في هذه المزرعة كما في العديد من المزارع في قطاع غزة حركة شرائية تكاد معدومة في وقت يفترض أنه ذروة الموسم حيث يشهد سوق الأضاحي في غزة ترجعاً كبيراً هذا العام ويعود ذلك إلى غلاء الأسعار مقابل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية الوضع صعب جداً على الناس وعلى الأضاحي وضع الناس صعب وما فيش زي ما تقول زي السنة الفاتت السنة الفاتت الحمد لله يعني بقى شغل وبقى حركة وبقى جمعيات والسنة هذه يعني الوضع صعب جداً أنت شايف كيف العمال قاعدة أدامهم بكلموا في حالهم قاعدين والغنم يعني هداينا بنطعم وبنزق على الفاضي بالرغم من وصول نحو 18 ألف رأس من العجول والأبقار إلى أسواق قطاع غزة إلا أن حجم الاستهلاك بحسب وزارة الزراعة وصل إلى 14 ألف رأس بالمقارنة بأعوام سابقة يعد ضعيفاً جداً وذلك بسبب ارتفاع أسعار اللحوم حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من 8 إلى 13 دولار يوجد انخفاض حاد على القبال على شراء العجول بالنسبة للعام الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة أيضاً كمان ارتفاع في أسعار العجول بالنسبة للعام الماضي العام الماضي كان نجلي شراري 17 شيكل والهولندي ب 16 شيكل السنة هذه الشراري 25 شيكل والهولندي ب 23 شيكل الحال هنا في أكبر أسواق مدينة غزة لا يختلف كثيراً عن سوق الأضاحي سوى أنه يعج بالمحتفلين بالعيد حتى وإن كان احتفالهم لا يتمثل بالتسوق والشراء فالفرحة بالعيد لدى الغزيين تتمثل بالتجول بالأسواق وشراء الحلوة ومواساة الناس لبعضهم البعض العيد هذا يلا يلا الواحد يغط حاله واكتريت الناس يعني في الشي 50% 30% بدأت دم ويضحوا السنة ليش في الشي مصاري معابر مساكرة هاي السوق الناس بتتفرج عبعد بتسهل على الاشي من قدر تشريه لو في شغل بشتريه لو بخمسون شاكل الكل وبهمهمش أما لو بعشر شاكل وما في الشي مصاري بشتغلوش ساعة قليلة تفصل عن عيد الأضحى المبارك والذي يحرص الغزيون أن يعيشوا كافة طقوسه على أمل تحسن ظروفهم الحياتية العيد القادم يطل عيد الأضحى المبارك من جديد على قطاع غزة حاملا معه فرحة منقوصة خالية من أضحية وكساء جديد لأنها كفيرة بأن تدخل الفرحة على قلوب الكبار والصغار بأبسط التحذيرات وأبسط الاستعدادات سيفل سويتي أوريانت نيوز غزة